طيب وفقاً لمسؤول أيضاً في نادي الزمالك الزمالك هيصرف 100 ألف جنيه لكل لعب خلال الأسبوع الجاري مكافأة خاصة بعد التطويق بي السوبر الجديد أو الإضافة للـ 100 ألف جنيه الأستاذ ممدوح حباس رئيس نادي الزمالك الأسبق هيتحمل أيضاً مكافأة خاصة هتكون 50 ألف جنيه لكل لعب يعني 100 من نادي الزمالك 50 ألف من ممدوح حباس 150 ألف جنيه حلال على كل لعب لنادي الزمالك اجتهد وتعب وفرح جمهوره أمس في مباراة السوبر طيب اللي جاي ده جديد قديم جديد قديم جديد كم مرة سمعت عن مفاوضات الزمالك أو رغبة الزمالك في ضم رمضان صبحي هتقول لي كتير سمعت مني ومن غيري طيب كم مرة سمعت إنه مفيش أصلاً مفاوضات بين نادي الزمالك ورمضان صبحي كتير أكيد سمعتها كتير الجديد إيه بقى؟ الجديد إن الزمالك عايز رمضان صبحي جداً جداً والزمالك فاتح خطوط اتصال مع رمضان صبحي عن طريق مسؤولين في النادي عن طريق وسطاء بس الزمالك يتحدث أو بيحاول مع رمضان صبحي ممكن عن طريق وسطاء عشان برضو ممكن مجلس الدارة بعد ما خلص الكلام ده يطلع يقولك لا الكلام ده ما حصلش بس فيه وسطاء بيتكلموا مع رمضان صبحي اللاعب ما عندوش معنى إنه يعمل جلسة مع نادي الزمالك ويقعد ويسمع ويعرف التفاصيل خلال أيام اللي جاية طبعاً بيرامج في الصورة وابيرامج لازم يوافق الزمالك برضو المقابل اللي خده من كاس السوبة لأفريقيا والمكافآت الكثيرة خليته يفكر كمان إنه معانا سيولة نقدر نخش في رمضان صبحي في رمضان صبحي يا جماعة رجع للصورة في نادي الزمالك وعشان يبقى كلامي واضح لا لسه فيه اتفاق رسمي ولا اتفاق ودي ولا تعاقد رسمي ولا أي حاجة ولكن هناك اتصالات مفتوحة شوفها هو أنا راجل إيه لو أنا عايزة فهرق على خبر كده ولا أرمي لك خبر وخلاص هقول لك بص خلال أيام رمضان الصبح في نادي الزمالك وأقول لك الكلمتين اللي بيتقالوا دول لأ أنا بحكي لك التفصيلة بالضبط فيه أبضيت فيه تحديثات حصلت خلال الأيام اللي جاية هقولها لك هقول لك لأ والله قاعدوا فعلا والله اتفق على الرقم الفناني والله بيرامدز موافق لا بيرامدز مش موافق والله فيه أعارة لا شراء هنقول تفاصيل واحدة واحدة لحد دلوقتي في خطوط اتصال مفتوحة بس دا الخبر